السلام عليكم السلام عليكم ما حشتوني عملين ايه الحقيقة انا طالع اكلمكم النهاردة في موضوع الموضوع ده كان بقى له فترة ومضيقني وسكتة بس انا قررت ان انا يعني لما يحصل لي حاجة زي كده اشارككم واشاهدكم عشان لو انا غلطانة انتو ممكن تقولولي انا كنت سكتة 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 فترة طويلة جدا وما بردش علشان انا اكبر بكتير من كده بس الموضوع يعني زاد عن حده بطريقة يعني لدرجة ان انا مش من طبيعتي ان انا اطلع اتكلم او ارد بس من كتر من الموضوع يعني بقى اوفر مش قادرة يعني عايزة اشاهدكم معايا بجد ام يعني انا حتى مش يعني يعني حتى مش عايزة اقول حتى مش حابة ان انا اقول الاسم بس حطر اقوله علشان قرمتي وعلشان حق المعنوي وخصوصا ان انا محبش ان اهلي كل شوية يسمعوا كلام اللي هي بتقوله ده ام الاستاذة ريم طارق طليقة الفنان ام حسن شاكوش ام اللي انا معرفهاش خالص وعمري ما شفتها الا في السوشال ميديا في الصراحة و في برنامجها مع بسمة ام اتقال اسمه حرية وحرف وثالث حرف ريح الناس ثبت كل الاسامي ومسكت في حرية سكت وهي حرية دي مش حرية وسكت وما اتكلمتش خالص انما يجيلك الجرقة انك تنزلي وتقولي ان الفنانة حرية في عرغالي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش ملغيت هنا بقى اغصب انتي بتقولي حرية في عرغالي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش يعني انتي عايزة ايه بالزبط انتي عايزة تريند عايزة تجيبي اسم حرية فرغالي عشان تطلعي تريند انا اعرف منين البنت اللي كانت مع شاكوش ويعني ايه تنزلي وعلى فكرة وانا مصوراها وممكن ارفع عليك قضية تشهير انا مصورا اللي انتي بنزلاها كذا خبر وقلت وقلت كذا الخبر وبعدت الخبر ده لريهام سعيد وعندها فبصي برضو بعد ما قلت كده انا سكت وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع الا انا مليش علاقة بي لا من قريب ولا من بعيد اما ب اما يعني لما تطلعي تقولي انا مش هعتذر لحرية فرغالي حبيبتي انا ما طالبتش منك تعتذريلي يعني يعني تعتذريلي تعتذريلي ايه على ايه يعني امصوري على الفيلم الهندي اللي انتي عملاه وجايبة اسمي فيه هو انا عرفك يا بنتي هو انا عرفك يا حبيبتي انا اكبر من كده بكتير انتي 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 بس مش واصلك انا اكتر من كده بكتير وانك تغلطي فيه وانا ما ليش زنب ولا علاقة بالموضوع انا ما جبت السيرة حد عمري انا طول عمري في حالي وطول عمري ما بحبش القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي اه ف انا انسانة بطبيعتي بحب الهدوء اه انا عايشة الوحدي لاني ما بحبش الدوشة اه عمري ما بغلط في حد اه بحترم الناس كلها اه انا اطلع ارد عليكي وبشاهد الجمهور كله على ما بقوله ده والناس علشان الناس تقول لي لو انا غلط يعني في اي حاجة بس انا ما عملتش حاجة يعني انا انا حاس انا ما عملتش حاجة بس يمكن اكون عملت حاجة فعايز اشاهد الجمهور والناس يقولولي يعني تقوليلي ايه يعني يقولولي لو انا غلط غلط في ايه و وانا الحمد لله الحمد لله الله مناك الحمد والشكر يا رب تاريخي بيشهد علي اني مع نفسي وفي حالي ومش بتاعت مشاكل ومع عنديش مشاكل مع اي حد وكويسة جدا مع الوسط وبعتبرهم اهلي و و كمية الناس اللي انا اكتشفت انها بتحبني وبتدعيلي و وربنا يخليهم كلهم لي يا رب انا بشاهدكو انا بشاهدكو وقولولي لو انا غلطانة ولا لأ بس في حاجة بس يعني في حاجة انا عايزة اقولها انا بحترم الصغير قبل كبير لاني بحترم نفسي وبحترم كل الناس انا اتربط على كده في بيت عيلة وعيلة كبيرة ومعروفة علموني يعني اخلاق ويعني اصول ويعني ايه مبادئ ويعني ايه قيم فمش هقولك غير ربنا يهديكو يا بنتي لنفسك وتبطل تجيبي في سرتي لاني بجد بجد المرة الجاية لو جبتي سرتي انا هشتكيكي بالتشهير هشتكيكي بالتشهير بيا وصدقيني مش هتستحملي ومش حتى تخيلي هيحصل في كي اسم حرية فرغلي حرية فرغلي ما تقوليهوش علشان تطلعي ترند انتي بتقوليه علشان تطلعي ترند بس ما حلكيش تجيبي اسمي او سرتي مرة تانية انا بمنتهى الادب بقولك لو سمحتي لو ده حصل مرة تانية انا اسفة I'm very sorry اسفة جدا اسفة جدا جدا على رد الفعل اللي هيحصل لان ده حق ربنا هديك يا بنتي